بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله على كل حال وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والصحب والآل ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم هذه الأمة وأن يتقبل شهداءها جميعا وأن ينزلهم منازل الأبرار وأن يجعل هذه الدماء الزكية الطاهرة التي تسيل في بقاع العالم الإسلامي نارا تحرق المجرمين والظلمة والكافرين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقظ هذه الأمة من غفلتها ويزيل من بينها أسباب الشقاق والخلاف والجدال ويجعلها على أتقى قلب رجل فيها بإذن الله تعالى وأستاذنا مصنف هذا الكتاب كان دائما يقول بحرقة إن هذه الأمة منكوبة بأبنائها كما أعدائها فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم أبنائها الصواب والسداد فالخطب جلل وأحداث تتسارع يوما بعد يوم وتضيق الصدور وتحشرج نعم فلا يستطع الإنسان أن يعبر عما يعتريه في كل لحظة من هذه اللحظات العصيبة فرج الله تعالى عن المسلمين أجمعين وألهمنا رشدنا وألزمنا ثغورنا وأعاننا على ما نحن فيه ويسر لنا ولكم كل عسير سنعود إن شاء الله تعالى إلى ما نحن فيه إلى متابعة الكلام في مباحث الجموع وقد فرغنا والحمد لله تعالى من الحديث عن جمع المذكر السالم وعن جمع المؤنث السالم تحدثنا عما يجمع جمع مذكر سالم وعما يجمع جمع مؤنث سالم مع فوائد كثيرة غزيرة متعبة نثرها أستاذنا جزاه الله تعالى عننا أحسن الجزاء ناقشناها بما سمح به المقام والوقت اليوم إن شاء الله تعالى نتابع في جمع التكسير نتابع إن شاء الله تعالى في جمع التكسير وجمع التكسير كنت قد يعني دقيقة من فضلكم يا كرم كنت قد نبهت من قبل ولعلكم تذكرون هذا يا كرام أن الأصل في الجمع أن يكون جمع تكسير كنت قد ذكرتم أن الأصل في الجمع أن يكون جمع تكسير لأن صيغة الجمع مباينة لصيغة مفرد نعم ولذا كانت أكثر الجمع جمع تكسير للعكس كما يظن ولذا كان جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم مقيدين بقيود كما ترون نعم إذن الأصل في الإسم أن يكون جمع التكسير وأن تباين صيغة الجمع صيغة المفرد لمباينة معنى الجمع لمعنى المفرد لكن لتشعب مباحث جمع التكسير ولتشعب الصيغه كان كثير منها مسموعا لا مقيسة وسنحاول تبين المسموع من المقيس إن شاء الله تعالى بقدر مستطاع ولتشعب مباحث جمع التكسير فإن عددا من اللغويين المعاصرين والنحويين المعاصرين كتبوا كتبا خاصة بجمع التكسير كتبوا كتبا خاصة بجمع التكسير وكنت قد عرضت لبعض التسميات الأخرى لجمع التكسير كالجمع المكسر مثلا وهكذا إذن نعود إلى مبحث جمع التكسير قال أستاذنا هو ما دل على أكثر من اثنين وتغير بناء مفرده عند الجمع نحو آداب وكتب ورسل وحمر وصغار وغلمان وسهام وأقمار وقلوب وجبال ومعامل وأساليب وقضا قال فقولك آداب مفرده أدب وكتب مفرده كتاب ورسل مفرده رسول وحمر مفرده أحمر أو حمراء وصغار مفرده صغير وغلمان مفرده غلام وسهام مفرده سهم وأقمار مفرده قمر وقلوب مفرده قلب وجبال مفرده جبل ومعامل مفرده معمل وأساليب مفرده أسلوب وقضاة مفرده قاض وأنت ترى ما أصاب المفرد من التغيير في هذه الجمعة فكأنك كسرت المفرد وصغته في صورة الجمعة فجاء على غير ما كان عليه من قبل طبعا بعض النحويين أو بعض الصرفيين يذكرون صور التغيرات هذه أحكام جمع المصدر وأما المشتق فالأصل فيه أن يجمع جمعا سالمة وقد يكسر وهو على أربعة أقسام وقدها هنا على بابها في الدخول على المضارع أي للتقليل لماذا كان تكسير المشتق قليلا؟ لأن المشتق يا كرام يشبه ماذا؟ لأن المشتق يشبه ماذا؟ يشبه الفعل والفعل لا يكسر وترون أن الفعل لا يجمع أصلا غير أن الفعل إذا كان فاعله جمعا فإنك تصل به ضمير الجماعة تأتي بالزوائد بعد الفراغ من الفعل من بنية الفعل تأتي بضمير الجماعة للدلالة على أن الفاعل جمع تأتي بضمير التثنية وهكذا فالمشتقات يكون مشبها الفعل في ذلك يكون مشبها الفعل في ذلك مع الاختلاف أن الواء التي تكون في المشتق مثلا هي علامة الإعراب هي قائمة مقام الضمع عندما تقول العاملون لكنه على صورة الفعل في عدم التكسير فإذا لما كان المشتق مشبها الفعل في العمل فإنه أشبهه أيضا من الناحية التصريفية فلا يجمع جمع تكسير في الأصل إلا بضوابط إلا بضوابط الأستاذ حسين نرجع إلى مقدارات يقول لعلها من قدرة قد يكون هذا والدا لكن صراخات كذلك ومقالات كما قال الأستاذ نزار فالأمر مشكل بصراحة ما ذكره أستاذنا ها هنا نعم الأستاذ عقيلة تقول يظهر أنه أراد عدد حروف المصدر عبارته تنبئ بذلك لكن هذا ما يجب أن نعود إليه تقول فالثلاثي المجرد فالثلاثي المجرد إذن يريد حروف المصدر نفسه نفضلكم دقيقة لا بد أن مراجعة أخيرة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر صحيح نعم نعم أعتذر الكلام على حروف المصدر فقط نعم نص على هذا هنا في شرح الشافية وهو واضح نعم لكن هو من استشكال الواضحات نعم صحيح إذن صحيح الأمر خلص انتهى الأمر الأمر صار واضحا جدا نعم فالكلام هنا على حروف المصدر لا على حروف فعله نعم فيكون ما ذكرته قبلا غير صحيح نعم واضح جدا نعم فعلا وحينئذ موعودات موعودات يكون ماذا يا كرام يكون ماذا يكون جمعا لموعود وموعود مصدر بمعنى الوعد وهو غير ثلاثي نعم هذا واضح واضح جدا طبعا وهكذا صراخ وهكذا مقالات طيب شغلتكم بما لا يشغل به سامحونا أكرمكم الله قالوا أما المشتق فالأصل فيه أن يجمع جمعا سالما وقد يكسر وهو على أربعة أقسام القسم الأول المشتق الذي لا يوصف به أصلا وكنا قد قسمنا المشتقات إلى مشتقات خالصة في الاشتقاق وإلى مشتقات تميل إلى الذات نعم هي مشتقة لكنها لا يوصف بها قالوا وهي اسم الزمان واسم المكان واسم الآلة أما اسم الآلة فإنه يجمع جمع تكسير نحو مصاعد ومبارد ومخالب وملاعق ومرايا ومصاف ومكاون ومفاتيح ومفاتيح ومسامير ومنشير وموازين ولجم وحزم وأقنعة وأكسية ونواقير ونواقيس ونواعير وطواحين وأما اسم الزمان والمكان فإذا كانا مصوغين من مصدر الثلاثي المجرد جمعا جمع تكسير نحو مواسم ومواعد وموالد وملاعب ومعامل ومساجد ومطابع ومدارس ومقابر ومجازر طبعا لأنه قد مر بنا قبل قليل أن المرادة بالثلاثي المجرد حروف المصدر فالآن الأمر اختلف قال وأما اسم الزمان والمكان فإذا كانا مصوغين من مصدر الثلاثي المجرد الكلام هنا على الفعل أي من مصدر الفعل الثلاثي المجرد جمعا جمع تكسير نحو مواسم ومواعد وموالد إلى آخره وإذا كانا مصوغين من مصدر غير الثلاثي المجرد جمعا جمع مؤنث سالماء نحو مجتمعات ومنتديات ومستويات ومختبرات ومتنزهات ومستودعات ومستنقعات ومستشفيات ومعسكرات ومدحرجات ومطمأنات نعم ومطمأنات نعم إذا اسم المكان من مصدر الثلاثي يجمع جمع تكسير من مصدر غير الثلاثي يجمع جمع مؤنث سالماء نعم القسم الثاني الصفة المشبهة فما كان منها لا يؤنث بالتائي الجمع جمع تكسير وسيأتينا بعد قليل تقول طيب أين أوزانه أين ضوابطه سيأتينا بعد قليل أو لعله في الدرس القادم نتم إن شاء الله جمع التكسير يأتينا الحديث عن أوزان جمع التكسير وما يمكن أن يقاسم منها وما هو مسموع قال فما كان منها لا يؤنث بالتائي جمع جمع تكسير نحو سود وبيض وكسالة وسكارة وعطاش وعباد وعذارة وحمقى وما كان منها يؤنث بالتاء جاز أن يجمع جمع تكسير أو جمعا سالمة نحو صعاب وصعبون وصعبات أموات وميتون وميتات حسان وحسنون وحسنات طيب لما جاز التكسير والجمع السالم؟ لأنها تؤنث بالتاء فحسن يقال في مؤنثه حسن مرضى ومريضون ومريضات وبخلاء وبخيلون وبخيلات وكرام وكريمون وكريمات وأعفاء وعفيفون وعفيفات وسيائد وسيدون وسيدات سيائد جمع سيد كما تعلمون سيد كما تعلمون أصله سيود وأين الواء التي في سيد في الجمع؟ أين الواء التي في سيد؟ نعم يا كرام؟ أين الواء التي في سيد؟ تماما أعلت فقلبت ألفا فلما التقى ألفان أبدلت الثانية همزة مكسورة وصارت سيائد إذن عندنا خطوتان وهو الأرجح أن الواء هنا تعل حملا على المفرد لما حصل الإعلان في المفرد أعل الجمع كذلك فصار سياء بألفين ثم قلبت الثانية همزة مكسورة فصارت سيائد وسيدون وسيدات القسم الثالث اسم التفضيل وهو يجمع جمعة تكسير نعم سيائد نعم سيائد وزنه فياعل نعم يقول السيد حسين كيف نجمع كف على أكفاء نعم قال القسم الثالث اسم التفضيل وهو يجمع جمعة تكسير أو جمعة سالمة نحو أكارم وأكرمون وأفاضل وأفضل اسم التفضيل كما تعلمون تكسير وعلى أفعيل فالرجل الأكرم والأكارم والأفضل والأفاضل ولك أن تجمعه جمع مذكر سالم فتقول الأفضلون والأكرمون والأبعدون وكبر هذا للمؤنث فعل في التكسير أو تجمعه جمع مؤنث سالما فتقول كبريات عظم عظميات أخر أخريات القسم الرابع اسم الفاعل واسم المفعول أما اسم الفاعل فإن كان من مصدر الثلاثي المجرد فصفة المذكر العاقل منه تجمع جمعا سالما نحو ناصحون وقاعدون وراكبون ومانعون وعائدون صفة المذكر العاقل تجمع جمع ذكر سالما وهذا في غاية الوضوح وقد تجمع جمع تكسير نحو قضاة وبنات وسحرة ونقلة وطهارة وطماعة وحجيج ونجي وزجل وعطر وصيام ونيام وجهل وبؤس وجوع وركع وقعود وجلوس وقواد وسياح وسفلة وعليا وهلكا وفسدى وبسل وبزل ورهبان وفرسان وعلماء وعقلاء وسوابق ونواكس وحواج وقوارئ وروافد وغوائب إذن الأصل فيه ما كان صفة لمذكر عاقل فالأصل يجمع جمع مذكر سالمة وقد يجمع جمع تكسير كما نص عليه هاهنا وسيمر بنا شيء من أوزانها وما ينقاس منها وما لا مثلا عندما قال هنا ماذا عندنا؟ نجي نجي فيه خلاف طبعا في قوله تعالى فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا لعل أولى ما قيل فيها ما رأيكم يا كرامهات ماذا عندكم في نجي؟ ما أولى ما قيل فيها مصدر تماما نعم مصدر عبر به عن جمع اسم الفاعل المتناجين والأزهري في تهذيب اللغة ذكر أنه جمع أنجيه نجي جمع أنجيه نعم وقيل غير هذا لكن أقرب ما قيل فيها أنه مصدر والمصدر يأتي على فعيل نعم ما دل على صوت يكون على فعيل والنجي هذا يدل على صوت نعم فهو مصدر بمعنى جمع اسم الفاعل في الآية الكريمة نعم والله تعالى أعلم طيب قال وهكذا مثلا بؤس بؤس جمع بائس جمع تكسير لبائس بؤس جمع تكسير لبائس يقال بائس وبائسون وبؤس ويكثر فيما كان انظروا يا كرام مثلا اسم الفاعل اسم الفاعل إذا كان صفة لمذكر عاقل فقياسه أن يجمع جمع مذكر سالم ولذا يكون التكسير في الغالب سماعية يعرف في المعاجب يفتش عنه في المعاجب أما الجمع السالم فهو مقيس لا تحتاج فيه إلى المعجب وهكذا يعني من قاس في جانب غالبا يكون في الجانب الآخر غالبا لا دائما يكون في الجانب الآخر سماعية وقد يكون مقيسا أيضا قد يكون مقيسا أيضا يعني الصورة لن تكتمل عندنا في جمع تكسير إلا بعد اللقوف على أوزانه كلها إن شاء الله تعالى وهكذا مثلا صيام جمع صائم نيام جمع نائم وهكذا قال وصفة المذكر غير العاقل والمؤنث تجمع جمعا سالما أو جمع تكسير نحو ناظرات ونواظر غاضبات وغواضب باسمات وبواسم ناعمات ونواعم شهيقات وشواهق عاملات وعوامل جامدات وجوامد إذن صفة المؤنث أو صفة المذكر غير العاقل تجمع جمع مذكر جمعا سالما أو جمع تكسير جمعا سالما أي جمع مؤنث سالما أو جمع تكسير ما كان صفة للمؤنث أو صفة لغير العاقل وغير العاقل يلحق بالمؤنث في هذا وإن كان اسم الفاعل من مصدر غير الثلاثي المجرد فإنه يجمع جمعا سالما تقو نحو متواضعون ومتواضعات مقبلون ومقبلات منسحبون ومنسحبات مختلفون ومختلفات متقربون ومتقربات مستغفرون ومستغفرات مخشوشنون ومخشوشنات متبعثرون ومتبعثرات مطمئنون ومطمئنات إلا ما كان على مفعل خاصا بالإناث فإنه يجوز في جمعه السلامة والتكسير ما كان على مفعل خاصا بالإناث كمطفل ومرضع ومعصر تقول مرضعات مراضع معصر معصرات معاصر مطفل مطفلات ومطافل ما كان خاصا بالمؤنث على وزن مفعل وانظروا يا كرام لما زاد على الثلاثي ثقل فكان تكسيره عسيرة التكسير في الأصل عسير ولذا سنرى إن شاء الله تعالى في الدرس القادم أن تكسير الخماسي مستكرة لأنه سيلجئ العربية إلى حذف حرف من حروف الكلمة الأصول ما كان على خمسة من الأصول أو ما يشبه الأصول فإذا تكسير الخماسي التكسير في الأصل ثقيل عمل ثقيل فإذا ما كان على زينة اسم الفاعل كما قلنا أو اسم المفعول من الثلاثي فيه التفصيل الذي ذكرنا طيب إذا جاوز الثلاثة فالأصل فيه أن يجمع جمعا سالما قال إلا ما كان على مفعل خاصا بالإناث فإنه يجوز في جمعه السلامة والتكسير ومبالغة اسم الفاعل تجمع بعض صيغها جمع تكسير وهي مفعال ومفعل ومفعيل وفاعول نحو مغاوير ومطاعين ومساعير ومطاعن ومساكين ومعاطير جواسيس صواريخ وجاء في صيغة فعول جمع السلامة وجمع التكسير قالوا غفورون وغفورات وغفر قتولون وقتولات وقتل وتجمع سائر الصيغ جمعا سالما نحو علامون وعلامات وقديرون وقديرات وحثيرون وحثيرات وصدقون وصدقات وقيومون وقيومات أما اسم المفعول فإنه يجمع جمعا سالما نحو منصورون ومنصورات مسؤولون ومسؤولات منتخبون ومنتخبات محترمون ومحترمات مختارون ومختارات مستعانون ومستعانات ألا نقول مستعان بهم؟ أبنقول مستعانون كيف جاز أن نصوغ اسم المفعول مباشرة من غير الحاجة؟ سأجيب عن سؤالك يا شيخ سلطان الآن لكن كيف جاز أن نقول مستعانون؟ هل يجب أن نقول مستعانون بهم؟ هذا ذكرناه أشعرنا إليه قبلا استعان يتعدى بنفسه تقول استعنت الله ولذا تبني منه اسم مفعول تام تبني منه اسم مفعول تام أو تام فتقول مستعان هو مستعان أي مستعان أو مستعان به استعان الله واستعان بالله كلاهما جائز الشيخ سلطان يقول طيب الفرق بين نواظر وناظرات في دلالة العدد سيتكلم على هذا إن شاء الله سنتكلم عليه وملخصه في قضية جمع القلة والكثرة أن الجمع السالم يدل على القلة إذا كان له جمع كثرة أي في التكسير فيكونه حينئذ هو للقلة فإن لم وكما نرى هنا ناظرات جمع قلة فالجمع السالم حينئذ يكون للقلة وإلا فيدل على القليل والكثير وسنتكلم عليه إن شاء الله تعالى في بابه إذن اسم المفعول يجمع جمع سالمة كما رأيتم وقد يجمع جمع تكسير قالوا ملاعين مجانين مشاهير مخابل مشاغيل معاتيه مهابيل مهازيل متاعيس مشائيم مكاسير مناكيد مساليخ ميامين مساعير مناسيب مقاييد مصاعب مناكير في جمع ملعون ومجنون ومشهور ومخبول ومشغول ومعتوه ومهبول ومهزول ومتعوس ومشؤوم ومكسور ومنكود ومسلوخ وميمون ومسعور ومنسوب ومقيد ومصعب ومنكر لكن نقول شيئا يا كرام ونحن اقتربنا من الفراغ إن شاء الله نقول شيئا لكن الأحسن أن نسمى المفعول إذا كان باقيا على اشتقاقه جمعته كيف جمعته كيف تجمعه يا كرام جمعته جمعا سالما على حده فإن خرج إلى اسم الذات فالأحسن أن تجمعه جمع تكسير لأن جمع التكسير في الأصل كما قدم شيخنا يكون للذوات وضحت الصورة فأنت تقول ملاعين مثلا لكن إذا خرج إلى اسم الذات تقول مثلا الملاعين يذلون الأمة الإسلامية وهي متأطئة لهم الملاعين هنا اسم ذات فأنت جمعته جمع تكسير لكن انظر إليها في قولي تعالى ما العونين أينما ثقفوا ما العونين هنا حال حال أليس كذلك ما الآية السابقة لا أدري والله واضح هذا يا كرام نعم وكذا في اسم الفاعل وكذا في اسم الفاعل تماما لئي لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليل ملعونين لا يجاورونك فيها إلا قليل ملعونين نعم هي حال طيب قال فإذا وتجمع الصيغ النائبة عن اسم المفعول جمع تكسير نحو أسرى وقتلى وأحباب أوصياء وأسلاب وطلقاء وسجناء وأنضاء ومضغى ونسخ وحلائب وركائب طبعا تعرفون أسرى جمع أسير وهو معنى مأسور قتلى قتيل أحباب حبيب أوصياء وصي أسلاب سلب سلب بمعنى المسلوب فعل بمعنى اسم المفعول هذا مر بنا طلقاء جمع طليق سجناء أنضاء نضو جمع نضو مضغ جمع مضغة نسخ نسخ حلائب حلوب فإذا نقل اسم الفاعل أو اسم المفعول من الوصفية إلى الاسمية المجردة من الحدث جاز أن يجمع جمع تكسير نحو توابع وفوارس وموانع وفوارق وكواهل وقوارب وشواهد وحوارس وحواجب وانظر إلى هذا النص فإذا نقل اسم الفاعل أو اسم المفعول من الوصفية إلى الاسمية المجردة من الحدث جاز أن يجمع جمع تكسير نحو توابع وجمع تابع والأصلا تقول التابعون لكن إذا صار اسم ذات جمعته جمع تكسير وهو الأحسن كما قلت كما نبهت عليه قبل قليل وروافد غوارب حوائد زوايا روايا مشاكل مطابق شعراء مواضيع مجاهيل مراسيم مضامين مضاريب محاصين مصاريف مجاميع مماليك مساحيق مشاريع مسانيد مطامير مناسب ملايين مقاصير مخاير مخاير جمع ماذا يا كرام مخاير مخاير جمع ماذا مخاير جمع ماذا نعم نعم جمع مختار مختار إذا جمعته فإنك تحذف التأ وتبقي الألفة وتقلبها يا أن تقول في جمع مختار مخاير وهو أحسن الأوجه ويقال مخاير أيضا مختار مخاير ومخاير أما قولهم مخاير أما قول العامة مخاير فلا وجه له لما لأنه حذف الألف الأصلي التي هي عين الكلمة التي انقلبت يا أن في الجمع وأبقى الحرف الزائد الأصلي الأصلي أبقى وأولى بالبقاء فإذا تحذف الزائد وتبقي الأصلي أما العكس فلا وضحت الصورة يا كرام وضحت الصورة يا كرام إذا مختار جمعه مخاير على كل حال سنعود إلى هذه الكلمة إن شاء الله تعالى فيما بعد نحن وصلنا إلى قوله ويصاغ جمع التكسير من الاسم الذي أحرفه ثلاثة أو أربعة نتم هذا في المجلس القادم ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والحمد لله يا رب العالمين ترجمة نانسي قنقر